السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم أحمد رجب والتحليل للأسبوع السعودي من يوم 18 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم بإذن الله هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام المؤشر العام طبعا خلال تدولات الأسبوع الماضي كان صاعد وصل لمستويات 11.915 كنا أشارنا ليها في الفيديو الماضي أنه هو هيقرب من 11.954 وخمسين وفعلا قرب منها جدا وإحنا دلوقتي في انتظار أنه هو يخترق المستوى ده الأعلى عشان يستكمل الصعود لو تم الاختراك هنشوف استمرار للصعود لحد الـ 12.311 للـ 12.467 دي منطقة العرض اللي هتقابله أول منطقة والمنطقة الثانية ما بين الـ 12.660 للـ 12.808 ده في حالة الصعود في حالة أنه هو مقدرش يختارك الـ 11.954 فممكن نشوف تراجع مرة تانية لمنطقة الطلب اللي بدأ يسعد منها عند الـ 11.443 للـ 11.579 ده بالنسبة للمؤشر العرض خلينا ننتقل لأهم الأسهم معنا وأول ساهم ساهم قديسة ساهم قديس برضو الحمد لله ساعد معنا زي ما كنا متوقعين بالزبط ووصل للـ 21.16 نقطة المقاومة اللي كان بينزل منها بقاله فترة واختراكها يوم الخميس وأغلق عليها فاستقراره أعلى الـ 21.16 هيدفعه إن شاء الله لمزيد من الصعود لحد الـ 21.98 اختراك الـ 21.98 هنشوف بعد كده صعود للـ 22.90 ثم الـ 24.14 ثم الـ 26.10 ده بالنسبة لساهم قديسة ننتقل للساهم التالي معنا ساهم أكوا باور ساهم أكوا باور برضو يعني صعد معنا يوم الخميس الصعود إلى حد ما كويس بس حتى الآن لسه أسفل المقاومة المقاومة تاعتنا أو منطقة العرض ما بين الـ 393 للـ 404 اختراك المنطقة دي هنشوف صعود قوي لو اختراك هنشوف صعود قوي تجاه عرضي ماشي فيه بقى له فترة كبيرة أول لما يختراك هنلاقي فيه إن شاء الله صعود قوي لفوق هيستهدف الـ 447 وبعد اختراك الـ 447 هيكون عندنا الـ 493 لو ما اختراكش طبعا المنطقة اللي هو فيها دلوقتي ممكن نشوف تراجع مرة تانية للـ 373 وفي حالة لقدر الله إن هو كسر الـ 373 هيكون عندنا تراجع لحد الـ 323 للـ 338 ننتقل للسهم التالي السهم العقارية السهم العقارية برضو الحمد لله سعد زي ما كنا متوقعين إحنا كنا محددين منطقة الطلب ما بين السبعتاشر 82 للـ 1840 هعدل المنطقة هخليها ما بين السبعتاشر 82 للـ 1860 في الفيديو الماضي أشرنا إن كان عندنا شمع برايس اكشن بس ما لمسيتش من منطقة لما على الوضع القديم فعلا بعد برايس اكشن شفنا صعود قوي على سهم العقارية السهم ارتد يعني من بداية الأسبوع لحد نهايته ونشوف صعود كان بمقدار قد إيه يعني احنا بنتكلم في حوالي 13.5% 14% والسهم قفل على صعود ممتاز شمع تبطلع شرائي قوية اختراق لمستوى منطقة مقاومة عند الـ 21.32 الاستقرار أعلى المستوى ده سهم العقارية إن شاء الله هيستمر معنا لحد الـ 23.66 للـ 24.48 وفي حالة اختراق الـ 24.48 والإغلاق عليها نتطلع له أهداف جديدة بإذن الله ننتقل له جبل عمر جبل عمر نفس الكلام كنا محددين منطقة الطلب ما بين الـ 22.76 للـ 23.34 نزل لها بدأ يدين أشارات كويسة بدأ يسعد للأسبوع الماضي الحمد لله وشوفنا صعود كويس دلوقتي قرب جدا على منطقة عرض ما بين الـ 26.25 للـ 27 لو اختارك المنطقة دي وفضل سابت عليها أتوقع نشوف مزيد من الارتفاع على سهم جبل عمر رأيستهد في الـ 28.25 ثم بعد كده هنشوف الـ 30.80 للـ 31.50 ننتقل له سهم صدر سهم صدر طبعا عمل كسر كاذب عند الـ 3.12 نزل عمل قاعة عند الـ 3.4 حلالات وبعدين بدأ يسعد تاني بشمعة اتلاع شرائي قوية فأنا شايف بعد السعود ده والاغلاق الاسبوعي الأكثر من ممتاز شمعة هي شمعة عكسية كويسة جدا شمعة الهمر شمعة الهمر دي من مميزاتها ان هي بتيجي في نهاية الاتجاه الهابط وبتعبر عن اما التصحيح او تغيير الاتجاه احنا بنسبة جيرة حتى لو هنصحح فالتصحيح ده ممكن يمتد معانا لحد الـ 3.95 4.23 تمام لو هيغير الاتجاه فتغيير الاتجاه هيكون بعد اختراق الـ 4.38 لان السهم يمشي في اتجاه عرضي بقاله فترة كبيرة اهو كان في هبوط بعدين بدأ يمشي في اتجاه عرضي فلو اخترق الـ 4.38 هنشوف صعود قوي ممكن يستهدف الـ 5 ريال واكثر كمان عند الـ 5.28 فان شاء الله نشوف الصعود على سهم صدق هنرجع على فريم اليومي تاني هيكون عندنا مستهدفات مبدئية عندما بين الـ 3.45 للـ 3.54 لو اخترقها واغلق عليها يكون الـ 73.3.95 ثم الـ 4.23 للـ 4.38 وزي ما قلنا ممكن نوصل للـ 5.28 فحالة كسر الثلاثة اتناشر والاغلاق اسفلها ومع عادة الاختبار لو فضل ثابت اسفل الثلاثة اتناشر ساعتها نقول ان هو هيكمل هبوط لحد الـ 2.74 للـ 2.86 ننتقل ليه سام نسيج سام نسيج ما تحركش حركة قوية لو رجعنا على فريم الساعة في الفيديو الماضي قلنا ان احنا عندنا نموذج الخفاش نموذج هارمونيك وطبعا النموذج ده كان عندنا متوافق معانا مع منطقة طلب منطقة الطلب دي ما بين الـ 67 و 10 للـ 69 و 30 ولكن احنا عندنا هنا برضو بطلع يعني هو طلع وشوفنا منطقة عرض منطقة العرض دي ما بين الـ 71 و 60 للـ 74 لازم يتم اختراق المنطقة دي عشان يستمر في الصعود نبص على الفريم الاسبوعي الفريم الاسبوعي كان الاسبوع اللي قبل الماضي كان ايجابي او شمعة بتدعم الصعود الاسبوع الماضي صعد معانا برضو وكانت شمعة ايجابية يعني ان شاء الله متوقع يستمر في الصعود بشرط طبعا ان هو يختارك منطقة العرض اللي عشارنا ليها من شوية اللي هي ما بين الـ 71 و 61 و 61 للـ 74 لو اختراقها هيكمل معانا ان شاء الله يكون اهدافنا لحد مستويات الـ 86 و 28 و 50 سهم وقت اللياقة او اللجام للرياضة السهم ارتد من منطقة الطلب دي ونزل لمس منطقة الطلب التانية اللي اشترى من هنا كسبان واللي اشترى من هنا كسبان ومتوقع ان شاء الله ان هو يستمر في الصعود لحد الـ 21 و 41 و 40 ولو اختراق هيكمل معانا للمنطقة التانية اللي ما بين الـ 238 للـ 246 ننتقل لسهم المنجم سهم المنجم برضو صعد معانا صعود كويس الاغلاق الاسبوعي اكثر من ممتاز شمعة ايجابية بتدعم الصعود ولكن السهم ما اقدرش يخترق منطقة العرض اللي ما بين الـ 97 و 40 للـ 99 ولكن الاغلاق ايجابي ممكن ان شاء الله خلال الاسبوع ده يخترق المنطقة دي لو اختراقها واغلق عليها هنشوف استمرار للصعود في مستويات المموذج اللي قدامنا دي ولو طلع فوق التسعة المستوى الميتر ريال ان شاء الله هيكمل معانا لحد المية وعشرة للمية وطلعتاشر وبالاختراق المية وطلعتاشر هدف التالي هيكون فوق عند المية تمانية وعشرين عشرين ننتقل لسهم ساسكو سهم ساسكو طبعا بقلنا اسبوعين بنقول عليه سهم ممتاز كان عاملنا موذج رأس وقت فين الحمد لله خلال يوم الاربع والخميس طلع عشرين في المية قس ومتوقع مع بداية الافتتاح ان شاء الله مع بداية الاسبوع ده هيكون عندنا استمرار للصعود هيستهدف مستويات الاربعة وسبعين عشر للستة وسبعين تلاتين ده ممكن ان شاء الله في جالسة بداية الاسبوع جالسة يوم الحد يوصل للمستوي ده مباشرة مع الافتتاح باذن الله وفي حالة الاختراك ممكن خلال الاسبوع ده ان شاء الله نوصل للاثنين وتمانين عشر للاربعة وتمانين عشرين سهم الوطنية سهم الوطنية برضو ارتد من منطقة طلب قوية ما بين الخمسة وعشرين عشرين للستة وعشرين خمسة وستين منطقة طلب كويسة جدا شايف استقراره عليها هيدفعه للصعود لحد الاتنين وتلاتين خمسة وعشرين ثم الاربعة وتلاتين عشرة ويلغى الصعود بكسر الخمسة وعشرين عشرين والاغلاق اسفلها سهم امانة للتأمين سهم امانة للتأمين يعني عند منطقة طلب كويسة برضو ارتد منها المنطقة دي ما بين العشرة ريال للعشرة تمانية وتلاتين شفنا صعود قوي حاليا هيستهدف الحداشر تمانية واربعين للاثناشر ستاشر ولو اخترك هيكمل للاثناشر اربعة وتسعين وبعد كده المنطقة عندنا الاربعتاشر عشرين للاربعتاشر تمانية وسبعين ثم بحالة اختراكها ان شاء الله الهدف الاخير بتاعنا هيكون عند الستاشر تمانية وتسعين ويلغى التاقع بالصعود بكسر العشرة ريال والاغلاق اسفلها ننتقل لمتجلف للتأمين السهم برضو ارتد معانا من المنطقة اللي حددناها في فيديو الاسبوع الماضي ما بين التلاتة وعشرين تمانين للاتنين وعشرين زير وتمانية بدأ يرتد الحمد لله اغلاق اسبوعي اه كويس جدا بيدعم السعود لو عملنا دمج للشمعتين دول هنلاقي ان المحصلة بتاعتهم شامعة همر كويسة فممكن نشوف سعود قوي على سهمة جلف للتأمين وشفنا طبعا بداية ارتداد في قطاع التأمين كله والصعود في معظم الاسهم بتاعة قطاع التأمين فان شاء الله نشوف ارتفاع على سهمة جلف ارتكس او العبداللطيف سابقا اه كنا نزلنا فيديو مخصص ليه في الاسبوع الماضي وقلنا السهم للصعود وطبعا قلنا باختراك الـ 15.90 هنشوف السمرار صعود كوي والحمد لله صعد معانا وجاب الاهداف بتاعتنا يعني الهدف الاول كان عند الستاشر ستة وخمسين والهدف التاني ستتاشر ستة وتسعين وهو الحمد لله طلع يعني كان هنا تقريبا جاب معانا حوالي آآ تسعة في المية وبدأ يتراجع تاني دلوقتي على مكسب حوالي ستة ونص في المية متوقع ايه لي؟ متوقع السمرار السعود على سهم ارتكس ان شاء الله خاصة الاغلاق الاسبوعي اغلاق اكثر من ممتاز شمعة ابتلاع شرائي قوية لو نزل ممكن ينزل يصحح لحد هنا خلينا نجيبه على فريم اليومي احسن ينزل يصحح لحد الخمستاشر تسعين وبعد الخمستاشر تسعين يرجع داني يستهدف السبعتاشر اتنين وتمانين وباختراكها هيكون عندنا اهداف لحد التسعتاشر تمانية واربعين والعشرين خمسين بازن الله على السهم سهم آآ ريدان نفس الكلام نزلنا عليه فيديو برضو لوحده وكان لسه السهم في المنطقة دي وصعد معنا الحمد لله جاب الهدف الاول عند منطقة العرض دي وبعدين بعد اختراكها شفنا استمرار للصعود يعني احنا بنتكلم في صعود من ساعة نزول الفيديو لحد الهدف اللي عند الواحده تلاتين تلاتين حوالي سبعتاشر ونصف في المية ولو كم من الفوق هنلاقي حوالي ما يقرب التسعتاشر في المية على سهم ريدان في يومين بس او تلات ايام ماتمم ما شاء الله فانا متوقع ايه السهم ريدان ممكن برضو ينزل بعد الشمعة دي ينزل يصحح شوية لان شمعة الالتراهاي فوليوم دي شمعة الفوليوم العالي شايفين الفوليوم هنا عامل ازاي فوليوم عالي جدا بيدعم بيقول ان فيه مشتري قوي فمتوقع لو السهم نزل هينزل لحد فين احنا شمعة الالتراهاي فوليوم دايما اللو بتاعها بيبقى دعم والهاي بتاعها بيبقى مقاومة فهي تقريبا مطافقة معنا مع المقاومات اللي هنا فهنحط برضو خط عند الهاي ونشيل ده هنخلي المنطقة كلها ما بين التلاتين تسعين للواحد وتلاتين سبعين فممكن ينزل لحد التسع وعشرين خمسة وسبعين ويطلع تاني ده كمستوى دعم طيب لو قصر لو قصر ممكن ينزل معانا لحد السبع وعشرين خمسة واربعين للتمانية وعشرين تلاتين ومنها يبتدي الارتداد يعني اول نقطة ممكن يرتد منها تسع وعشرين خمسة وخمسين ويبتدي يصعد لحد الواحد وتلاتين سبعين اخترق الواحد وتلاتين سبعين هيكمل معانا لو كسر التسعة وعشرين خمسة وخمسين يبقى ينزل معنا لحدنا كده ويرجع للصعود مرة تانية إن شاء الله سهم ريدا ننتقل للسهم التالي معنا سهم إدريس سهم إدريس طبعا اخترق منطقة عرض قوية منطقة العرض دي ما بين المية وستاشر للمية وعشرين وحاليا مستقر على مفروض ينزل يعمل عادة اختبار لو عمل عادة اختبار وفضلت ثابت أعلى المنطقة دي إن شاء الله نشوف صعود لسهم إدريس هيستهدف المية تمانية وعشرين وبعد اختراق المية تمانية وعشرين هيكون عندنا مستهدفات المية تمانية وتلاتين للمية اتنين واربعين ده بالنسبة لسهم إدريس طيب في حال ده في حالة الصعود لو نزل تاني تحت المية وستاشر عشرين فممكن نشوف تراجع مرة تانية لحد المية وتلاتة للمية وستة تمانية ننتقل للسهم ميسك سهم ميسك برضو ارتد معينا من منطقة ممتازة منطقة دي ما بين التسعة وعشرين خمسين للتلاتين ستة تلاتين خمسة وسبعين وعمل شمعة انعكاسية كويسة جدا شمعة همر وبعدين بدأ يصعد الاغلاق الاسبوعي كويس جدا شمعة همر واتوقع بإذن الله خلال الاسبوع ده ممكن نوصل للخمسة وتلاتين خمسة واربعين وفي حالة الاختراك نوصل للاربعين اربعين بإذن الله ننتقل للسهم التاني معنا سهم ميباتك سهم ميباتك السهم برضو ارتد معنا من منطقة قوية وصل لنقطة مقاومة عند التلاتة أربعة وعشرين وبدأ ينزل منها عشان يستمر في الصعود لازم نشوف اختراك للتلاتة أربعة وعشرين لو اخترق هيكمل معنا لحد التلاتة تلاتة وخمسين للتلاتة تمانية وسبعين ننتقل للسهم التالي معنا سهم العمران سهم العمران حاليا نواقف عند منطقة عرض او قرب جدا من منطقة عرض قوية منطقة العرض دي ما بين التسعة وتلاتين خمسة وسبعين للاربعين سبعين شايفين كل ما يوصل عند المنطقة دي انزل منها هنا كانت منطقة طلب سابقا لو صغرنا الشارت كده هنلاقي هنا كانت منطقة طلب سابقا منطقة طلب بعد ما تم كسرها عمل عادة اختبار نزل طلع تاني نزل تمام بعد كده تحولت لمنطقة طلب نزل لها كسرها تحولت لمنطقة عرض فالسهم بقال له يعني حوالي اربع شهور اسفل هذه المنطقة فلازم عشان نقول ان سهم العمران ساعد ونبتدي ناخد اردرات شر عليه لازم يختارك الاربعين سبعين لو تختارك الاربعين سبعين واغلق عليها ممكن نشوف سعود لحد الاربعين سبعين طيب في حالة انه هو نزل ممكن نشتري منين من تحت ممكن نشتري من الستة وتلاتين لو وصل عندها او منطقة اللي ما بين الستة الاربع وتلاتين خمسة واربعين لستة وتلاتين دي او منطقة ممكن نبتدي نشتري من عندها شايفين لما نزل هنا وقف عند المنطقة دي وبدأて يسعاد طيب دي لو اساهم نزل وعمل براس اكشا من هنا هتكون فرصة خويسة طيب لو نزل وكسرها يبقى هنستنيه من المنطقة اللي بعد كده المنطقة اللي بعد كده المنطقة اللي بعد كده ما بين ال Mist 31 لحد الثانية لم تبقى الME0.35 شايفين برضو لما نزل هنا ارتكز على المنطقة دي وسعد منها بقوة ووصل لحد مستويات التمانية واربعين ننتقل ليه سهم السيسكو الكبدة نزل كنا محددين نموذج قبل ده طلع جاب اهداف النموذج ونزل ارتكز على منطقة الطلب اللي ما بين الواحد وتلاتين خمسين للاثنين وتلاتين خمسة عشر منطقة طلب كويسة ارتكز عليها وبدأ يصعد المفروض دلوقتي اهدافه لحد السبعة وتلاتين خمسة واربعين للتمانية وتلاتين خمسة وتسين ننتقل ليه سهم النقي سهم النقي برضو يعني السهم كويس جدا ارتد من منطقة طلب كويسة ما بين التسعة وخمسين تلاتين للستين تسعين وبدأ يدينا اشهرات انعكاسية منها وصعد اخترق المكاومة لعند التلاتة وستين اربعين متوقع ان شاء الله ان هو يستمر في الصعود يوصل معانا لحد التلاتين لحد مستوى السبعين ولو بصينا على الفريم الاسبوعي هنلاقي ان هو اغلاق ايجابي بيدعم السعود وان شاء الله متوقع خلال الاسبوع ده نستهدف مستويات السبعين ريال ولو اخترق السبعين هيكون عندنا اهداف اعلى ان شاء الله ممكن تصل لحد مستويات الثلاثة وتمانين ريال ننتقل للسهم التالي سناد القبضة سناد القبضة طبعا نتكلمنا عليه في بيديوهات سابقا وقالنا السهم صعد وفعلا الحمد لله السهم نزل عند منطقة الطلب دي وبدأ يصعد واللي كان شاري من فوق دلوقتي كسبان واللي كان شاري من تحت كسبان متوقع استمرار السعود على السابق لسه اهداف اعلى باذن الله تصل لحد الخمستاشر اتنين وخمسين ننتقل ليه تابوك الزراعية تابوك الزراعية فرصة ممتازة ان شاء الله خلال الاسبوع ده متوقع ان هو يستهدف التمنتاشر عشرة ولو اخترق التمنتاشر عشرة هيكمل معنا للتسعتاشر خمسين بس عندنا مكاومة قبلها عند التمنتاشر سبعين اختراق يودينا تسعتاشر خمسين ثم العشرين ستة وخمسين والهدف الاخير بتاعنا هيكون عند الواحد وعشرين تمانية واربعين وطبعا توقع الصعود يلغى في حالة كسر الستاشر ريال وتمن هلالات والاغلاق اسبلها ننتقل ليه سهم المؤساة سهم المؤساة برضو يعني السهم طبعا عمل الكسر كاذب في المنطقة دي ولكن رجع تاني للصعود كسر كاذب ده بتبقى شارة قوية جدا للدخول فانا متوقع ان سهم المؤساة يكون عليه فرصة كويسة جدا خلال الاسبوع ده طبعا الاغلاق الاسبوعي شمعة من الشموع الانعكاسية الممتازة جدا اللي هي تدعم الصعود متوقع سهم المؤساة يكون له اهداف على المدى المتوسط تصل لحد المية اربعة واربعين وعشرين يعني احنا بنتكلم في حوالي اتنين وثلاثين في المية صعود من السعر الحالي يعني من السعر الحالي لحد المستوى المية اربعة واربعين حوالي اتنين وثلاثين ونصف في المية باذن الله على السهم وطبعا واقف خسارة سبعة في المية يعني نسبة الخسارة للمكسب اكتر من اربع اضعه فان شاء الله باستقرار السهم اعلى المنطقة دي لما بين المية واربعة ستين للمية وتسعة لو السهم استقر فوق المنطقة دي استهدف المية واربعين على المدى المتقصد واقف الخسارة بتاعنا في حالة الدخول هيكون اغلاق كيوم اسفل المية وواحد ننتقل ليه سليمان الحبيب سليمان الحبيب طبعا استهم عامل نموذج وتدهابط وقرب جدا من الحد العلوي للنموذج واللي متوافق معنا مع منطقة بيع لو السهم اخترق النموذج واخترق منطقة العرض دي لما بين التلتمية واربعة للتلتمية واثناشر هيكون عندنا صعود قوي هيستهدف التلتمية ستة واربعين تمانين واكثر كمان على مدى المتقصد ان شاء الله الخليجية العامة السهم برضو في قطاع التأمين بدأ يسعد صعود ممتاز اغلاق اسبوعي كويس جدا بيدعم الصعود فمتوقع ان شاء الله ليه استمرار للصعود هيستهدف التلتاشر تمنتاشر واختراقها يودينا التلتاشر ستة وتسعين وعندنا اهداف لحد الستاشر اربعة وتسعين سهم عناية سهم عناية برضو ممتاز ويعني من الاسهم العجباني جدا بصراحة خلال الاسبوع ده شايفين المنطقة دي اللي ما بين التلتاشر اربعين للتلتاشر اربعة وتسعين كانت تمثل منطقة اه بيع سابقا تمام اهو كانت تمثل منطقة بيع خلينا نجيب اه فترة اهي كانت تمثل منطقة بيع وسابقا كانت تمثل منطقة طلب تمام فدلوقتي السهم اعلى المنطقة دي رجعت منطقة طلب تاني وشايفين لما نزل لها هنا سعد بقوة ازاي وبعد النزل اللي هنا قرب منها سعد فمتوقع ان احنا على الاهل على الاهل ان شاء الله هنوصل للمنطقة دي اهو عامل دلوقتي نموذج رأس وكتفين فين نموذج الرأس وكتفين اهو اهو اه دي الراس اه دي الكتف الشمال اه دي الكتف اليمين تمام ده نموذج الرأس وكتفين طيب النموذج ده المفروض انه هو يعني ده نموذج انعكاسي يعني ده نموذج انعكاسي يعني بكسر خط العنق اللي هو عند التلاتاشر اربعين هنقل السهم ممكن ينزل مسافة من يعني بنقيس المسافة ما بين القمة والقوع تمام المسافة ما بين القمة والقوع اللي هي المسافة دي كده اهو فممكن السهم لو قصر التلاتاشر اربعين ده هيكون وقف الخسارة بتاعنا اغلاق اسفل التلاتاشر اربعين لو قصر هينزل ممكن ينزل نفس المسافة دي ينزل نفس المسافة دي بالزبط وطبعا مشارط المسافة بالملي يعني مثلا ممكن نتكلم في حوالي سبعين في المية منها مش لازم كلها تمام ولكن لو فضل السهم اعلى المنطقة دي ممكن يرجع تاني للسبعتاشر ستاشر وباختراكها شوف صعود لحد تسعتاشر اربع تاشر وباختراك تسعتاشر اربع تاشر نصل لحد الواحد وعشرين ستة وسبعين عشان كده بقول انها فرصة كويسة ليه لان السهم لسه مكسرش ومدينا اشارات كويسة واغلاقه الاسبوعي كويس جدا بيدعم الصعود شامعة ابتلاع شرائي فلو بدأنا نشتري مع بداية الاسبوع هدفنا المبدئي بس حوالي ستاشر في المية طب لو اخترك هدف تاني تلاتين في المية طب لو اخترك تسعتاشر بعتاشر هدفنا التالت تمانية واربعين في المية طب كل ده بستو بلوز قديه او وقف خسارة قديه حوالي تسعة في المية يعني احنا الهدف بتاعنا المبدئي هو ضعف الخسارة ضعف وقف الخسارة احنا قلنا تسعة في المية هدفنا هنا ستاشر في المية او سبعتاشر في المية هدفنا التاني تلاتين في المية يعني تلات اضعاف وقف الخسارة فطبعا تكون فرصة ممتازة جدا وطبعا برضو دي مش يعني كل واحد هيدخل هيدخل على مسؤوليته الشخصية انا كده انتهيت من تحليل اهم الاسهم عندنا والمؤشر العام اتمنى اكون افدتكم اللي عنده اي استفسار يقدر يبعط لنا على التيك توك او اليوتيوب او سيب كومنت اسفل الفيديو وهتلاقي رقم التواصل في البيو في التيك توك وهتلاقي رقم تواصل في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب اي حد عنده اي استفسار يقدر يبعط لنا اي حد عايز يشترك معنا في التوصيات الخاصة او يسأل على الدورات التعليمية يقدر يبعط لنا وانجاوب عليكم في اصرع وقت ان شاء الله شكرا ليكم والسلام عليكم